موسيقى العنطولوجيا حاولنا نجمع فيها كل مدارس العطاء على السعيد المغربي كتشمل عشر عشريطة كتابين بعربي وفرنسية محطينا في موضوع في المكتبات الوطنية على السعيد المكتبات الجهوية والوطنية على السعيد المغربي وأيضا في بعض المكتبات العالمية والبعض الجامعات كان الهدف طبيعا تبادل بعض الأفكار مع الباحثين المهتمين وطبيعة الحال كل من يعشق هذا الفن كل من يعشق هذا الفن كان هذا اللقاء متميز لاحظتوا كان مداخلات متميزة وكان أيضا فرصة يتقديم فيلم على هاد تجربة واللي هاد من سوشان يعني هاد الانطولوجيا كانالت يعني الإعجاب المهتمين بهذا بهذا الفن سواء هالسعيد الوطني أو هالسعيد الدولي أهم المحاور اللي تم التطرق إلى هاد الندوة هي أولا انطولوجيا العيطة لدارة الأخ الباحث سيبراهيم حيث أعطانا نبدأ على العيوط اللي تم تسجيل ديها لها يعني بدر درجة تقنية عالية في استوديوهات متخصصة عيوط من المغرب كله يعني العيطة الشمالية العيطة الريفية ونزول ملالية نزولا إلى العيطة الحسباوية اللي ركز علىها بزاف وسجل مع مجموعة من الفنانين والشيوخ والشيخات ديها والعبدة دي الأسفة تحديدا واختامنا عندهم تصريحات بحل ولاد بن عقيدة بحل خديجة مرقوم بحل الشيخة عيدة إلى آخرها دخدم منهم وفي من خلال والإخوان اللي في القاعة من الجمهور طرحوا أسئلة المجال مثلا شخصيا تسألت هل يمكن تنويط العيطة يعني كتابتها بالنطة الموسيقية وتانيا دعوت إلى ضرورة تسجيل وتوتيق العيطة لأن العيطة كل واحد يغنى في شكل كل واحد يعني مثلا حاجتي فقريني لغنى خديجة مرقوم مش هي اللي غنى الزروني ومش هي اللي غدي تغنى عيدة ومش هي اللي تغنى مثلا سيها مسفيوية كي الاختلاف إذن عناس ما تكونش العيطة موحدة بحل الملحون الملحون على الشمعة هي الشمعة فاطمة هي فاطمة كيف غنى هذا كيف غنى أو الأندلوسي شمس العسية رأي شمس العسية ما غاديش كل واحد غادي لا شمس حجر ولا شمس ودهار ولا شمس عاديك تغنى بحل شمس العسية شمس العسية رأي شمس العسية رأي شمس العسية رأي شمس العسية عادي